السلام عليكم و اهلا بكم في قناة اكمانو للهندي ميدو الكروشي النهاردة هشرح لكم طريقة عمل كاش ميو كاش ميو ده طبعا يبقى لنجري في البيت او ممكن تستخدميه كده في يومك العادي طريقة سهلة بسيطة جدا جدا انا اضحو لكم بالتفصيل بس ما تنسوش اشتركوا معا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشاجعوني بلايك وشيل عاجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد نايس اكبر و دلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل كاش ميو و دلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل الكاش ميو ده او الاميز ده هو بدايته هيبقى عبارة عن ايه بدايته بنعمل القوز بتاع القزح ده اللي انت شايفه بنبدأ نشتغل زي نص دايرة بالالوان وبنرتفع كده بالاسطور لحد ما بنوصل للحردة دي بعد كده هنبدأ نشتغل الجزء اللي من تحته وبعد كده نعمل الشرشيب الجزء اللي من تحته عبارة عن غرزة الجراني تمام؟ هوضح لكم كل الاجزاء دي بالتفصيل والظهر بيبقى برضو غرزة الجراني هنبدأ دلوقتي مع بعض هنشتغل انا مقاس الابرة اللي هستخدمها هستخدم ابرة مقاس خمسة مليمتر وبستخدم خيط صوف تقدر تستعمليه بخيط صوف او قطن على حسب ما انت حد تمام؟ هنبدأ دلوقتي نشتغل مع بعض اربعة غرزة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة بتدخليه في اول غرزة كده وبتقفل بمنزلقة كده بالشكل ده علشان نكون الحلقة الدائرية اللي بناء عليها هنرتفع هنشتغل جواها النص دايرة بتاعتنا الخطوة اللي بعد كده هنرتفع باتنين سلسلة بدخل باخد لفة بدخل جوا الحلقة الدائرية باشتغل جواها هشتغل جوا الحلقة الدائرية آآ تمانية غرزة عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة وهكذا لحد ما بكون التمانية غرزة عمود بلفة وصلت كده للغرزة رقم تمانية احنا مش هنقفل الدايرة بتاعتنا خلاص عشان احنا بنشتغل على الجزء النص دا الخطوة اللي بعد كده هتفع باتنين سلسلة باخد لفة على الابرة هنبدأ ان احنا نشتغل التزايد التزايد بتاعنا بقى بيبقى ازاي باخد لفة بنزل في اول غرزة بعمل كمان غرزة الاتنين سلسلة بمعدل غرزة العمود بلفة والغرزة اللي بعدها هشتغل غرزتين عمود بلفة ادي واحد ادي كده اتنين بالشكل ده اللي بعدها كمان اتنين واحد اتنين بالشكل ده اللي بعدها اتنين واحد اتنين لحد ما بنوصل لاخر التمن غرز والتمن غرز كده اجمالي عدد الغرز هنا هيبقى ستاشر غرزة ليه ستاشر غرزة علشان يعني اتنين في الغرز فاجمالي عدد الغرز هيبقى ستاشر غرزة انا كده خلص خلصت الغرز بتاعتي الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نغير اللون هنغير اللون بقى ازاي بعمل غرزة سلسلة كده وهبدأ ان انا قص الخيط بقص كده جزء سلسلة بعده تمام بالشكل ده بعد كده هعمل ايه بجيب اللون الجديد بدخل في نفس الغرزة اللي قصيت منها الخيط تمام بالشكل ده وهنرتفع باتنين سلسلة وبلف القطعة طبعا الخيوط دي باخدها وانا شغال علشان بخفيها جوه الشور السطر ده بقى هنشتغل ازاي غرزة مفرد والتانية تزايد تمام؟ اول غرزة هعملها غرزتين عمود بلفة الغرزة الاولى اللي هي الاتنين سلسلة ارتفاع اللي بعدها ادي كده في نفس الغرزة عملت غرزة كمان اللي بعدها غرزة واحدة بس تمام؟ اللي بعدها اتنين واحد اتنين بالشكل ده اللي بعدها غرزة واحدة بس اللي بعدها اتنين واحد اتنين تمام؟ اللي بعدها واحدة اللي بعدها اتنين وهكذا الحد ما بنوصل لنهاية السطر فانا هكمل نهاية السطر غرزة مفرد والتانية تزايد وهارجع واضح لك هشتغل ازاي؟ وصلت كده لنهاية السطر واحدة مفرد والتانية تزايد القطوة اللي بعد كده هرتفع باتنين سلسلة هعمل كمان سطر باللون ده تمام؟ هشتغل ازاي؟ هنشتغل اتنين مفرد والتالتة تزايد ادي اول غرزة عملتها اللي هي الاتنين سلسلة الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة بس تمام؟ اللي بعدها تلاتة الغرزة رقم تلاتة هتبقى غرزتين عمود بلفة ادي واحد ادي كده اتنين تمام؟ والغرزة اللي بعدها غرزة واحدة بس واللي بعدها واحدة بس اتنين مفرد والتالتة هتبقى تزايد واحد ادي كده اتنين بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل لنهاية السطر اتنين مفرد والتالتة تزايد تمام؟ ادي واحد ادي كده اتنين هكمل كده وهوصل لنهاية السطر والقسطر اللي بعد كده تمام؟ هبدأ اوضح لك هشتغل ازاي؟ انا كده اشتغلت لحد ما وصلت لنهاية السطر زي ما وضحت لك اتنين مفرد والتالتة تزايد الخطوات اللي بعد كده والاسطر اللي بعد كده بقى هنشتغلها ازاي؟ كل لون هنغير به وهنشتغل سطرين تمام؟ او ثلاث اسطر على حسب ما انت حابة اللون يبقى معاك كام؟ باجي كده غيرت اللون ويباشتغل ازاي؟ هعمل هرزة السلسلة اللي هي الهرزة بتاعت الامان بعد كده هرتفع باتنين سلسلة وهلف القطع بتاعتي هاجي هنا السطر ده بقى هيبقى ازاي؟ هيبقى ثلاثة مفرد والرابعة تزايد تمام؟ فانا هشتغل اول غرزة هشتغل فيها غرزتين اللي هو التزايد بتاعنا تمام؟ ادي واحد الغرزة الاولى اللي هو الاتنين سلسلة ارتفاع والتانية اللي اشتغلناها في نفس الغرزة كده بالشكل ده زي ما انت شايفها الخطوة اللي بعد كده هنشتغل تلاتة غرزة آآ بدون اي تزايد ادي واحد اللي هما المفرد واحد ادي اتنين الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة بس والتالتة غرزة واحدة بس تمام؟ والرابعة هتبقى تزايد اللي هو غرزتين في نفس الغرزة واحد اتنين بنفس الطريقة لنهاية السطر غرزة واحدة بس تلاتة مفرد التلات غرز فوق كل غرزة غرزة واحدة بس بالشكل ده والرابعة غرزتين في نفس الغرزة واحد اتنين ادي واحد اتنين تلاتة والرابعة تزايد غرزتين في نفس الغرزة واحد ادي كده اتنين بشتغل كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر وهرتفع بالقصدر القصدر بتاعتنا بقى بتبقى ازاي الاختلاف والتزايد بتاعنا هيبقى ازاي الغرزة دي السطر ده كان تلاتة مفرد والربعة تزايد السطر اللي بعده هيبقى اربعة مفرد والخمسة تزايد بنزود من عدد المفرد واللي بعده هيبقى خمسة مفرد والستة تزايد اللي بعده السبعة مفرد والتمنة تزايد لحد ما بتوصلي للطول بتاعك بتاع القصقزح اللي احنا بنشتغله وكمان لحد ما بتوصلي للالوان خلاص بتخلص الالوان تمام على حسب انت بتشتغلي بكامل لون وعلى حسب انت حبة كامل في الكاش ميو بتاعك. فانا هكمل وهرتفع بالاسطر وهنرجع مع بعض نكون الجزء بتاع البراب والحملات بتاعة الكاش ميو او القميس بتاعنا. ارتفعت بالاسطر زي ما وضحت لك وزي ما وضحت لك ازاي بنعمل التزايد بتاعنا. تمام على حسب انت الالوان اللي انت حابة تدخليها في بعضها بتبقى ازاي. الخطوة اللي بعد كده بنبدأ ان احنا نشتغل ازاي. بعد ما تعملي النص الدايرة او القسقصة ده بالشكل ده. بتبدأ ان انت تطبقي الجزء بتاعك كده بالنص. تمام? عشان نعمل الجزء بتاع البراب. هنبدأ نشتغل ازاي بقى? بعد ما بتبدأ تشتغليه بالنص او تطبقيه كده بالنص. تمام? بنبدأ الجزء ده كله كده. القطع دي كلها كده مش هتشتغل فيها. تمام? اهو. حابة ان انت تبقى الجزء معاك واضح. بعد ما بتطبقيه بالنص كده. بترجع تطبقيها كده. تمام? بنتطبقها تاني. بتجيبي الطرفين دولا. الطرفين دولا بتروحي جايبها على الطرف ده. اللي في المنتصف كده بالشكل ده. تمام? وهنبدأ كده الجزء اللي في النص. علامة الغرز. بعلامة الغرز. بتبدأ ان انت تعلمي الجزء ده كده بالشكل ده. تمام? وبتبدأ تعلمي الجزء المقابل ليه. تمام? الجزء المقابل ليه كده بالشكل ده. بنعلم بالعلامة بتاعتنا. هنبدأ ان نشتغل باللون الابيض. من هنا من العلامة دي للعلامة دي. تمام? تمام? احنا حددنا الجزء ده ليه? لان الجزء ده هيبقى في الجناب مفهوش شغل. تمام? هيبقى آآ هنشبكه بالضهر بتاع آآ الجزء بتاعنا او القطع بتاعتنا. تمام? هنبدأ نشتغل هنا بدون اي تزايد اللون الابيض. بنبدأ نشتغل من الطرف ده كده. تدخلي بالابرة. ندخل كده بالخيط وهنرتفع باتنين غرزة سيسلة. واحد اتنين. وهنشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة عادي جدا. اهو. تدخلي كده في الغرزة وتعملي غرزة العمود بلفة بتاعتك. لحد ما بنوصل لنهاية السطر. كده بنفس الطريقة. فانا هكمل كده لحد ما بوصل لنهاية السطر. فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. السطر بتاعك نهايته في علامة الجرز المقابلة دي. تمام? هارجع وضح لك هشتغل ازاي? وصلت كده لنهاية السطر بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع باتنين سلسلة. تمام? هلف القطع بتاعتي بالشكل ده. هشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر. تمام? لو نهاية السطر بتاعنا الجزء ده. مش بنكمل الجزء ده خلاص. بنشتغل للنهاية السطر. فانا هوصل للنهاية السطر من غرزة العمود بلفة بالشكل ده فوق كل غرزة. تمام? وهرتفع كمان سطر من غرزة العمود بلفة وهرجع وضح لك هنشتغل بقى الحملات بتاعتنا ازاي? او ممكن الحملات نشتغلها لما نشتغل الظهر بتاع الكاشمية او القميس بتاعنا. تمام? اهو فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. طيب انا كده ارتفعت بالتلات اسطر زي ما وضحت لك الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نشتغل على الاطراف هنا. آآ زي غرزة كده عمود بلفة. على الاطراف او غرزة حشو. تمام? عشان بعد كده هنبدأ نكون الغرزة بتاعة الجراني هو الجزء بتاعنا ده اهو. نشتغل غرزة حشو كده او غرزة عمود بلفة. تمام? على الاطراف كلها بتاعة الغرز اللي عندك? تمام? غرز حشو كده. هكمل لحد ما بوصل غرز حشو كلها. لحد ما بوصل للطرف ده. هرجع بعد كده هنبدأ نشتغل الجزء ده. اهو. نبدأ نشتغل جزء الجراني. وهوضح لك الجزء الخلفي برضو هنشتغله ازاي. هو بيبقى الجزء الامامي والجزء الخلفي. تمام? او الظهر بتاع الاميس ده. تمام? بعبارة عن غرزة الجراني كلها اللي في الظهر. بس. وبنشبك القطعتين في بعض. فانا هوصل هكمل غرز الحشو. هرجع مبعد نكون الغرزة بتاعة الجراني بتاعتنا. او الجزء بتاع الشبيكة دوت بتاعنا. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر من غرزة الحشو. الخطوة اللي بعد كده هنرتفع باتنين سلسلة. تمام? هنبدأ نشتغل الغرزة بتاعة الجراني والغرزة الجراني بتبقى ازاي? عبارة عن تلاتة غرزة عمود بلفة. دي واحد. لدي اتنين. تلاتة. تمام? بعد كده غرزة سلسلة. تمام? ايه بنعمل غرزة سلسلة بنسيب غرزة بندخل في الثلاثة اللي بعدهم تلاتة غرزة عمود. بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. فوق كل غرزة من الثلاث غرز بالشكل ده. بعد كده غرزة سلسلة. بسيب غرزة بدخل في التلاتة اللي بعدهم. نعمل تلاتة غرزة عمود بلفة بنفس الطريقة كده لما حد ما بوصل لنهاية السطر. ادي واحد اتنين. ادي كده تلاتة. بعد كده غرزة سلسلة بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها تلاتة غرزة عمود بلفة واحد. ادي كده اتنين. تلاتة بالشكل ده لحد ما بوصل لنهاية السطر. هكامل لحد ما بوصل لنهاية السطر. هارجع واضح اشتغل ازاي. وصلت كده لنهاية السطر بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع باتنين تلاتة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة. هلف القطعة كده بقى بالشكل ده. تمام? وباخد لفة بنزل في الفراغ اللي ببتاع غرزة العمود بلفة. هبدأ اشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة بالشكل ده. بعد كده غرزة سلسلة. هترك التلاتة دولة هشتغل في التلاتة اللي بعدهم تلاتة غرزة عمود بلفة. واحد اتنين. ادي كده تلاتة. بعد كده غرزة سلسلة. هترك التلاتة دولة هدخل في التلاتة اللي بعدهم تلاتة غرزة عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة. سلسلة. هترك التلاتة دولة هتشتغل في التلاتة اللي بعدهم تلاتة هرزة عمود بلفة. بالشكل ده لحد ما بوصل لنهاية السطر. فانا هكمل لحد ما بوصل لنهاية السطر. وهرتفع بالقسطر دي كده بنفس الطريقة. لحد ما بنوصل للطول القميس او الكشميو ده لحد ما بتوصلي للطول اللي انت محتاجه. على حسب ما انت محتاجة الطول بتاعك يبقى قد ايه? تمام? وهرجع مع بعض اوضح لكو الظهر هنشتغله ازاي? تمام? اتنين تلاتة. بعد كده غرزة سلسلة في الفراغ تلاتة غرزة عمود بلفة. هكمل وهرجع اوضح لكو الظهر هنشتغله ازاي? وهنقفل مع بعض الجزء التانى ازاي? احنا كده بعد ما بنرتفع بالقسطر علشان بتوصلي للطول اللي انت محتاجة من غرزة الجراني زي ما وضحت لك هنبدأ نشتغل الجزء بتاع الظهر والجزء بتاع الظهر كله هيبقى من قطعة الجراني. بتعدي عدد السلاسل الاجمالي بتاعتك وبنال عليه بتشتغلي سلسلة هنبدأ نشتغل فيها آآ غرزة الجراني بناخد لفة على الابرة بنسيب غرزة تانية التالتة بندخل في الغرزة رقم اربعة بنعمل فوقيها غرزة عمود بلفة تمام? والغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة ادي كده تلاتة غرزة عمود بلفة اول تلاتة غرزة عمود بلفة من غرزة الجراني بعد كده غرزة سلسلة بسيب غرزة بدخل في التلاتة اللي بعد كده بعمل غرزة عمود بلفة ادي واحد ادي كده اتنين تلاتة بالشكل ده بعد كده غرزة سلسلة بسيب غرزة بدخل في التلاتة اللي بعد كده بعمل غرزة عمود بلفة واحد اتنين. ادي كده تلاتة. تلاتة غرزة عمود بلفة بالشكل ده. بقى كده غرزة سلسلة. بالشكل ده لحد ما بنوصل لنهاية السطر. تلاتة غرزة عمود بلفة في التلات غرز. بنكون غرزة الجراني احنا كده بالشكل ده. لحد ما بتوصلي لنهاية السطر بتاعك. فانا هكمل لحد ما بوصل لنهاية السطر. تبقى عبارة عن ثلاثة غرزة عمود بلافة سلسلة بنسيب غرزة. تمام؟ وندخل في اللي بعدها. هكمل لحد ما بوصل لنهاية السطر وهارجع واضح لك هنرتفع بالقسطر قد ايه وبتشتغلي قد ايه بالزبط. تمام؟ وبنشتغل ازاي؟ وصلت كده لنهاية السطر كده بنفس الطريقة. الخطوة اللي بعد كده هبدأ اشتغل ازاي؟ هارتفع باتنين سلسلة. هلف القطعة. كانت عندي اخر غرزة في السطر غرزة سلسلة. وفي غرزة سبت غرزة وفي غرزة عملت فوقيها غرزة عمود بلافة. فوق كل فراغ بندخل فيه بنعمل تلاتة غرزة عمود بلافة. فالاثنين سلسلة ارتفاع اعتبرتهم اول غرزة عمود بلافة. تمام؟ بعد كده بنعمل غرزة سلسلة. بطرق التلاتة دولة بدخل عالفراغ اللي بعدو некоторые 3 غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة. بنفس الطريقة كده قر scripts. سلسلة بدخل عالفراغ فوق كل فراغ هنشتغل تلاتة غرزة عمود بلفة سلسلة هندخل عالفراغ اللي بعدو تلاتة غرزة عمود بلفة. وهكزا لحد ما بوصل لنهاية السطر وبرتفع بالقسطر لحد ما بنوصل للطول اللي ما احنا محتاجينه. تمام؟ وطول اللي انت بحتاجها بتحدديه من فين? اه بتشوف الطول الكل اللي انت اشتغلتي من غرزة الجراني بعدها بتزودي كمان لحد ما توصلي للجزء ده تمام فانا هشتغل لحد ما بوصل للجزء ده وهنرجع مع بعض هنقفل الوش بالضهر ونكون الحمالة بتاعة البراب بتاعتنا ووضح لكم الشكل نهائي هيبقى الزيان انا كده ارتفعت بالاسطر لحد ما وصلت للجزء ده كده زي ما وضحت لك طبعا عندي الجزء كله الكاميرا مش هتجيب القطعة كلها الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نقفل الجزء ده هنقفله ازاي بابرة التنظيف تمام هنبدأ بتجيبي كده الطرف بتاع الغرزة هنشيل العلامة دي تمام بتبدأ تجيبي كده الطرف تمام وبنبدأ ان احنا نقفل الجزء بتاعنا هتقفلي في اول سطر من اللون الابيض بالشكل ده كده بتعملي بالخياطة العادية اهو نخيط عادي جدا بتقفلي الجنبين في بعض بحيس ان احنا بعد كده هنبدأ نشتغل الاكتاف الجنب ده والجنب التاني هنشتغلوا بنفس الطريقة بتقفلي الجزء كله كده لحد ما بتوصلي للجزء آخر جزء كده معاك تمام فانا هقفل الجنبين كده الجنب التاني برضو بنفس الطريقة اهو تمام بتبدأ من هنا كده وبنبدأ ان احنا نقفل مع بعض كده فانا هقفل الجزء ده هقفل الجنب ده هنرجع مع بعض نكون الحمالة ووضح لكم هنعملها ازاي وهشبكها ازاي في الظهر تمام الجنب ده كله كده لحد ما بنوصل الجزء اللي من تحت بعد ما بنقفل الجناب كده بنفس الطريقة زي ما وضحت لك الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نحدد الجزء بتاع الحملات وبنحدد الجزء بتاع الحملات بنبدأ ازاي نشتغل بقى فيه تمام بنبدأ كده اهو آآ بتطبقي القطعة كده على اتنين بالشكل ده القطعة بتاعتك ديت بتطبقيها على اتنين وبتطبقيها تاني كمان مرة على اتنين تاني تمام بالشكل ده اهو فبتحددي الجزء بتاع الحمالة بتاعك ازاي اه دي بتاجي لما بتطبقيها تاني كده كمان مرة اهو بتروح تحطي بعلامة الغرز بنبدأ نحط في الغرزة اللي في السنتر دي والغرزة اللي في السنتر التانية المقابلة ليها كده على طول بنبدأ نحط العلامة تمام هنبدأ نشتغل الحمالة من الجزء ده كده بتبدأي تشتغلي حوالي خمس غرز ومن الجزء ده خمس غرز تمام ببدأ بدخل في الغرزة دي اهو الغرزة اللي فيها العلامة وبنبدأ نرتفع باتنين غرزة سلسلة هنبدأ نشتغل غرزة عمود بلفة والغرزة اللي بعدها عمود بلفة ادي اتنين تلاتة اربعة ادي كده خمسة تمام بالشكل ده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اهو في غرزة زيادة وهتبتأي ترتفعي مش مشكلة يعني عشان تبقى الحمالة بتاعتك مزبوطة بنبدأ نرتفع باتنين سلسلة هنلف القطع كده بالشكل ده تمام بتردأي ترتفعي بالاسطر لحد ما بتوصلي لطول الحمالة اللي انت محتاجة هرتفع كده بالاسطر لحد ما بوصل لطول الحمالة اللي محتاجة تمام وهارجع اوضح لك بتوصلي للطول لحد ما بتوصلي للجزء اللي في الظهر تمام بترتفعي كده بالاسطر لحد ما بتوصلي للجزء اللي في الظهر كده بتقيسي طول الحمالة اللي محتاجة وكمان بتزودي لحد ما بتوصلي للجزء اللي في الظهر هرجع بعد كده هنبدأ نقفل مع بعض الحمالة وهعمل الجنب التاني بنفس الطريقة ونرجع مع بعض نعمل الشرشيب بتاعة القميص واوضح لكم الشكل النهائي هيبقى ازاي معنا. انا كده اشتغلت الطول بتاع الحمالة زي ما وضحت لك وشبكتها من ورا واشتغلت الجزء ده كمان تمام وهنشبكه مع بعض هنشبكه ازاي بقى بتاجي في الجزء الخلفي من القطع دي اللي انت اشتغلتها كده بالشكل ده. هنبدأ ان احنا بعد ما بتقص الخط بتسيبي كده جزء بحيث ان هو يكفي ان احنا نقدر نسبت بالقطع بتاعتنا. تمام? بتحددي الجزء اللي انت هتحط فيه الحمالة بالشكل ده. وتبدأت تدخلي في الغرزة والغرزة المقابلة كده بالشكل ده. وتبدأت تقفلي بغرزة منزلقة. تمام? اهو بالشكل ده. تمام? ادي بعد كده الغرزة والغرزة المقابلة. وبنعمل بغرزة منزلقة. تمام? حد ما بنوصل لنهاية الجزء بتاعنا. تمام? وصلت لنهاية الجزء كده خلاص. وسبت القطع بتاعتي بالشكل ده. تمام? ادي كده الشكل بتاع الحمالة بقى معي بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده ان انت بتبدأي تشتغلي على الاطراف كلها من الجزء ده للجزء ده. تمام? وتاجي تنزلي هنا كده في الظهر غرز حشو. تمام? من الجزء ده. بتبدأي من الجزء ده كده تشتغلي غرز حشو. وعلى اطراف الحمالة كمان غرز حشو. وكمان في الاطراف كلها بتشتغلي غرز حشو. طيب. بعد ما بتشتغلي غرز حشو خلاص. هي دي التقفيلة اللي بتبقى. بتبقى تشتغلي سطر او سطرين من غرز الحشو. تمام? الخطوة اللي بعد كده بقى هنبدأ ان احنا نكون الشرشيب اللي في الاطراف. الشرشيب بقى اللي في الاطراف هنكونها ازاي? بتبدأي ان انت بتقص كده الخيوط كلها. تمام? بالطول اللي انت محتاجاها من الشرشوبة. بعد كده بنطبقها بنص كده بالطريقة دي. تمام? بنبدأ كده بندخل في الفراغ بالشكل ده. تمام? وباجي اسحب اعمل ايه? محتاجة ابرة مقاس اكبر. علشان الخيوط كتيرة. ادي كده. بتسحبيها بالشكل ده. تمام? وبناجي كده نكون زي فراغ بالشكل ده. تمام? تكرر الخطوات دي كلها في الكل الاجزاء اللي عندنا. تمام? وتروح اعملها بالشكل ده. كل الخيوط كل الوان الخيوط اللي استخدمتيها بتبدأي تعمليها بالشكل ده. كل الفراغات بتكوني الشرشوبة بتاعتك دي. تمام? ولحد ما بتوصلي لنهاية الفراغات بتاعتك والشكل النهاي دي يبقى نفس الصورة بالزبط. انا كده وضحت لك الكاش ميو او الاميس بتاعنا بالتفصيل. وشكل نهائي بيبقى نفس الصورة بالزبط. وكده بقى انتهيت من طريقة عمل الكاش ميو او الاميس. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو. اتمنى تكون استفدتوا. وقدر تشرح لكم طريقة عمل الكاش ميو بترية سهل وبسيطة. لو عندك امرحوزة او سبسول تقدر تسيب كومنت اسفل الفيديو. او لو صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي لنك موجود في الوصفة اسفل الفيديو. بتنسوش تشتركوا معي في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشارجوني بلايك وشيلوا على وك الفيديو. عشان اقدر اوصل عدد نايس اكبر. وتقدر تتابعونا على الويب سايت بتاعنا. او لو صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانفتجرام. هتلاقي لكات موجودة في الوصفة اسفل الفيديو. هشوفك على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهلالله.